وفاء الست ما بتططيش أبداً أبداً الصح أنت قلت الست قوية والست في مصر قوية رأيك إيه؟ رأيك إيه في اللي حاصل على الستات والمحاكم وسلسل فتن أمل حربي اللي انتظر للمرأة بصي الست القوية الست اللي ما بتستسلمش الست اللي بتدور على حقه وعايز أقولك حاجة اللي له حق وما يغدوش ما يستحقوش لأنه مش بتاعه طول ما نسي ليكي حق لازم تفضلي وراك حتى لو الحق وده للمحاكم خلص يبقى إحنا بالود ما نفعش باللسان ما نفعش بقابل كل دا ويدة دين ما حدش عنده ضمير يبقى فيه العدل أساس المرأة رأيك إيه في نسبة الطلاق طلاق بقى نسبة عالية جداً شباب وأجيال والأعمار كانت زمان في العمر الكبير شوية المتوسط دلوقتي في العمر الصغير رأيك إيه؟ عشان بيستعجله في إيه؟ في إنهم بسرعة عايزين ندخل بيت بيمثلوا على بعض وده غلط لازم يعرفوا بعض في كل الأحوال لازم الست تعرف الراجل والراجل يعرف الست في كل يعني وانا فرحانة وانا متضيقة وانا زعلانة وهو برضو عشان ما بيستوعبوش بعض ما هو أصل الاستيعاب ده يعني درجات علشان بتبقى البنت دخلة على الحياة أمها مثلا مش قيللها أن أنت زي زمان أنت هتروحي بيت جوزك هتعودي مع سواء أمه أو معاه بيت لواحدكو أنت المسؤولة ابني ما تهديش ما فيش أم بتقول لبنتها أن البنى صعب جدا الهدد سهل جدا بخبطة هتوقعي عمارة خبطة واحدة هاي